مئات العائلات والأسر أعيدت إلى سنجار يعني طبيعة هذه الأسر التي أعيدت وكم عدد المتبقي منها نتحدث هنا عن أبناء القضاء بالتأكيد تعلم أن حالة النزوح هي حالة استثنائية هذا العدد الكبير الحمد لله نحن كوزارة استطعنا الآن أن ننفذ البرنامج حكم بعادة النازحين وغلق المخيمات وخلال هاي الأيام حققنا كرغبة لدينا لدى الكثير من النازحين بالعودة لمناطقهم الآن ليس أمامنا حقق إلا العودة الطوعية لهاولة وفعلا عندما يعود هاولة هناك شمولهم بالمواد المنزلية الأساسية على الأقل تكون عودة مؤمنة موضوعية ممكنة ولذلك اليوم أعتقد الوزارة لديها فرق مستمرة وغرفة عمليات ولجان متخصصة تتابع وضع النازحين من خروجهم إلى المخيمات إلى بيوتهم وتستمر حتى ما بعد عودتهم يعني أكو برنامج أتدعى لمقاطعتك أكو برنامج متابعتهم لأنه معروف أنه أوضعهم وضعهم اقتصادي متردي منازل مهدمة فإذن البرنامج ما يشمل فقط عودتهم إلى مناطقهم أو منازلهم أكو برنامج مستمر متابعة هؤلاء بعد عودتهم وهناك أيضا بالفروع كل مثلا في الموصل متابعة هؤلاء نازحين في سنجار وأعتقد اليوم ربما سابقا كان هناك مخاوف لدى النازحين من العودة لكن الآن الحمد لله استمرار أو تطور أمن ملحوظ أعتقد هذا يساعد على عودة هؤلاء اليوم أنا حقيقة من خلال زيارة المخيمات شاهدت وتابعت الكثير من النازحين يفكر بالعودة وهذه حالة إيجابية أعتقد تبشر بالخير نحن اليوم لا يمكن أن ينتسمر قضية النزوح للأبد وخاصة نحن على أبواب 2024 وعلى أبواب الشتاء نأمل أن تكون إن شاء الله عودة كبيرة لأبناء العراق سيدي بالإضافة إلى هذا الاهتمام توفير المخصصات المالية ذكرت حضرتك أيضا وضعهم الاقتصادي كما ذكرت الآن الاهتمام به أيضا هل هناك برامج أعدت لتأهيلهم للعودة نفسية مثلا لما يعانون خاصة هنا نتحدث عن الأطفال خاصة الآن لدينا في الجدعة في الموصل مركز التأهيل المجتمعي يعني لم يعد مخيما وإنما مركز التأهيل وهناك برامج بمشاركة أكثر من 11 منظمة دولية لكن هذا برنامج مختص في فئة معينة من الأسر نعم وخاصة العائدين من الهول بالضبط وجدنا حقيقة هناك حالة من التجاوب السريع ليس هناك حقيقة تأثيرات كثيرة وحقيقة نستطيع أن نسجل ملاحظة إيجابية أن كل الذين عادوا إلى مناطقهم لم تسجل عليهم أي خروقات أمنية وهذه حالة حقيقة تؤشر على أن العائدين هم تكيفوا مع المجتمع جيد على اعتبار أنهم عائدين بالنسبة للبرنامج التي تتحدث عنها على اعتبار أنهم عائدين من مخيم الهول نعم لكن بالنسبة لأهالي سنجار أيضا تعرضوا يعني أحداث وحشية من قبل عصابة داعش الإرهابي بالتالي أثر على نفسياتهم فهم أيضا محتاجين برامج تأهيلية نفسية ومجتمعية مشمولين بهذه البرامج لو فقط مخصص المخيم الهول لا أغلبهم خاصة المخيمات مشمول لكن بالتأكيد هو العودة وتوفير لهم المستلزمات الحياة أعتقد هو واحد من المساهمة في قضية التأهيل المجتمعي نحن حقيقة نقول هؤلاء الآن لم يعانوا كثيرا خاصة بعد عودتهم أنا حقيقة تابعت الكثير هم في حالة نفسية جيدة وأعتقد اليوم العودة هي تشكل عطافة جيدة بالتعايش والتأقلم في مناطقهم قبل قليل ذكرت أنه بعض سابقا ممكن كان بعض الأسر هناك تخوف النازحين هناك تخوف سابقا نعم سابقا بالعودة إلى مناطقهم لكن الآن انتهى هذا التخوف هناك بعض المشكلات التي ربما تعاني منها هذه الأسر والتخوف يمكن هنا يشمل مشكلات أمنية وعشائرية وخلينا نتحدث تحديدا عن المشكلات العشائرية حسن هذا الموضوع؟ يعني الكثير من المشاكل تم حلها من خلال اللقاءات مع العشائر والحقيقة قبل العودة لهؤلاء يكون هناك لقاءات مع العشائر اجتماعات مؤتمرات من أجل إخناعهم بالعودة وجدنا هناك تجاوب من قبل العشائر بعودة هؤلاء أعتقد أن بعض المشاكل تم حلها خاصة في ديالة في بعض مناطق صلاح الدين وجدنا حقيقة تجاوب من قبل العشائر لهؤلاء أبنائهم بالنتيجة هو القضاء هو الحاكم ليس اليوم حقيقة أن نحاكم الناس على التهمة وعلى الشبهة اليوم يجب أن نفكر ببناء دولة حقيقة أما أن نفكر بقضية الثأر والانتقام والاتهامات الباطلة هذا ليس صحيح طيب سؤال أخي لأن الوقت انتهى بالنسبة للموضوع أنا أركز على موضوع العشائر هنا التخوف من النازحين تخوفهم من العشائر يعني كان هناك منع كما تعرف حضرتك تم حل هذه الأمور لكن في البداية كانت هناك شروط وضعتها بعض العشائر فيما يخص عودة النازحين إلى مناطقهم حسن هذا الموضوع جهائيا ليس هناك أي شروط اليوم نعم تم حل هذه المشاكل وخاصة بمشاركة وزاة الهجرة وحتى الوقف السلني وإعطاء بعض الحقيقة العشائر بعض الأموال الحمد لله اليوم نقول بصراحة هناك تجاوب جيد من قبل العشائر ونسيان الماضي لكن هناك يبقى الغضاء هو الحاكم